نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وصفتهم بالكبار أن إسرائيل حققت كل ما تصب إليه من الناحية العسكرية في قطاع غزة مؤكدين أن القصف المستمر لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر على المدنيين في وقت باتت فيه فرص إضعاف قدرات حماس تقل بشكل ملحوظ رغم تلقيها ضربة قوية خلال الحرب فهل وصل الجيش الإسرائيلي إلى نهاية الخط كما أشار إلى ذلك تقرير نيويورك تايمز مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أكدوا لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أنجزت أهدافها العسكرية من الحرب على حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الصحيفة نقلت عن هؤلاء المسؤولين قولهم أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع ألحقت أضرارا أكبر بكثير بحركة حماس مما توقعه للمسؤولون الأمريكيون عندما بدأت الحرب في أكتوبر ودللوا على ذلك بإعلان الجيش الإسرائيلي القضاء على نصف قادة الجناح العسكري لحركة حماس بمن فيهم قائد كتائب القسام محمد ضيف ومساعده مروان عيسى يضاف إلى ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي عن قتل أو أسري نحو 1400 مقاتل من الجناح العسكري لحركة حماس كما دمر عشرات الأنفاق التي كانت منطلقا لعمليات عسكرية ضد قواته وفي إطار تعداد الإنجازات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يقول المسؤولون الأمريكيون للصحيفة نيويورك تايمز إن الجيش بات يتحرك بحرية في جميع أنحاء القطاع كما قلصت سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فلادلفيا الذي يمتد لمسافة 16 كيلومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة من قدرات حماس العسكرية والحكومية لكن أحد أكبر الأهداف المتبقية لإسرائيل والمتمثلة في إعادة نحو 115 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة يبدو أن تحقيقه يبقى بعيدا عبر الضغط العسكري وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين حاليين وسابقين تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل حققت نصرا عسكريا ذا مغزى على حركة حماس فإنهم يشككون في النصر المطلق على الحركة كما يرغب رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياهو وللحديث أكثر انضمرينا من ولاية فرجينيا مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق وكبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي لاري كورب مرحبا بك سيد كورب هذه الخلاصات التي نقلتها نيويورك تايمز عن كبار المسؤولين الأمريكيين هل تعني أن إسرائيل بلغت خط النهاية في عملياتها العسكرية وما الذي يعنيه المضي قدما بعد ذلك الخط أظن أن وزير الدفاع الإسرائيلي جالاند يتفق مع الولايات المتحدة بأن إسرائيل حققت كل ما بوسعها عسكريا إن فكرة رئيس المزراء الإسرائيلي نتانياهو حول الانتصار الكامل هي مستحيلة من الناحية العسكرية ما يحتاجه المرء الآن هو التفاوض وهذا ما نحاول فعله الآن في الدوحة مع الإسرائيليين ونتمنى أن نتوصل إلى نتيجة ويمكن أيضا أن تضغط مصر وقطر على حماس من أجل وقف القتال والعمل على حل لمنع ذلك من الحدوث مجددا أيضا من التحديات الأخرى تكمن في أن نتانياهو يريد السيطرة والمحافظة على السيطرة على كل قطاع غزة إن الولايات المتحدة والأسرة الدولية تريد أن ترى إقامة للدولة الفلسطينية تقودها وتديرها السلطة الفلسطينية ما الذي يجعل نتانياهو إن كان لديه هو الرغبة أو غيره يسعى إلى المضي قدما أكثر من خط النهاية الآن وعداد المدنيين وعدادهم سيكون أكثر وأكبر دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة واقعية إزاء حماس كما تقول تقديرات نيويورك تايم أظن أن ممن عرفه علنا عن نتانياهو أنه يبدو أنه عدل موقفه في مفاوضات وبالنسبة لتبادل الرهائن ربما إن كان ذلك حقيقي ووقف الحرب فهذا خطوة في الاتجاه الصائب فهو يقر بأن أغلبية الناس في إسرائيل يرون أن هذا هو الطريق من أجل نهاية هذا النزاع المشكلة إن لم تؤدي المفاوضات إلى النتيجة واستمرت الحرب سيضاف إلى ذلك الرد الإيراني على مقتر قائد حماس في تهران وهذا سيسعى بالأمور في المنطقة هل تعتقد أن وصول خط النهاية هذا ينبني عليه أو بمقتضاه يجب أن تتخذ الولايات المتحدة مسارا معيلا مع نتانياهو أو مع إسرائيل عموما يمكن أن نحاول أما السؤال الحقيقي فهل سينتبه لهذه الجهود اليوم من منظوره الشخصي هو في وضع صعب لأنه يخشى من وقف لإطلاق النار وعندما يحدث ذلك سيبشر العمل على حل لما بعد النزاع في غزة وبعد ذلك ستنتهي حكومته في السلطة وستتم مسألاته لقضايا منخرط فيها المسألة اليوم هي سياسية هل بقى نتانياهو في السلطة أم هل سيستمع إلى وزير الدفاع في حكومته وسيعمل ما هو في صالح الشعب الإسرائيلي وفي صالح المنطقة على المدى الطويل وسؤال هل سيرتقي ويتغلب على مصلحاته الشخصية ويؤكد على المصلحة الأكبر وأيضا انخرطت إيران في حرب ودخل فيها حزب الله هل يضع هذا أو تضع هذه المعطيات محددات زمنية كحد أقصى للوصول إلى الاتفاق مرة جديدة أؤكد على أنه من الصعب أن نتكهن ما سيحدث الموقف الأمريكي واضح ولكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تسيطر وتتحكم بما يفعله نتانياهو وهو يؤكد على الانتصار التام لديه أجنداته أن الشعب الإسرائيلي يتظاهر في الشوارع ويطالب بإطلاق صراح الرهائن الكثير منهم قد قضى نحبه إذن الأسرة الدولية أيضا تنظر إلى إقامة الدولة الفلسطينية الولايات المتحدة تؤيد هذا الموقف أن نتانياهو لا يؤيده هناك اليوم طريق مسدود سياسيا ومن الناحية العسكرية لا يمكن تغيير الكثير من الوضع الرهن إلا بمواصلة قتل الناس أكثر مما قتلوا حتى الآن ألاف منهم لاري كورب شكرا جزيلا لك